السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين من 58 ولاية مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم اثاثيقة لأول مرة ما راناش في القليعة رانا في ولاية البليدة ومن هذا المنبر حبيد نقول الناس البليدة بالبركة عليكم وعلينا خوتنا رانا قربنا لكم المحل وجيناكم اكزاكتومون في البليدة نشغل الناس البليدة اللي قدروا يزورونا المحل وقربنا لهم المحل ايضا الناس اللي جونا من المدية تيارة خوتنا من هذا كل جهة كامل يقدروا يروحوا غير للبليدة يعني الناس اللي قرب البليدة يروحوا للبليدة ورحين يسيبوا اثاثيقة بنفس المنتوج بنفس البرودوي بنفس الجودة بنفس الفينيسيون بنفس الصوليديتي وكما عودتكم دائما وبابدا خوتنا اثاثيقة راي فتحت لكم اكرر واقول اول مرة فرع في البليدة لماذا راني نقول هذا الشيء لانه كان بزف ناس وفي مختلف الولايات رمحلين باسمنا خوتنا واللي حاجة يعني لنتأسفوا عليها انه ريتستعمل في نفس اللوغو التعناه من هذا المنبر خوتنا احنا رانا قلنا لكم باللي اذا دلنا لكم فرعنا ننصي لكم كيما راكم تشوفوا ذوكا لانه العديد من اتصالات تلحقنا يقولوا لنا باللي اثاثيقة في ولاية فلانية تابع لكم اثاثيقة في ولاية فلانية تابع لكم هذا المنبر احنا نقولوا باللي كامل ماشي تابع لنا الآن ولأول مرة رمكينين واحد في القليعة واحد في البليدة خوتنا هذه هي لانه كيان ناس يستعملوا اه اسم متاعنا ويعني يمشيوا فيها قال يودي اي سقسيوم اسك اثاثيقة تابع لكم يقولون نعم وهذا المنبر نقولهم هادا هم الله عز وجل نقولوا لشي قلو متاعنا خوتنا كيما راكم متشوفوا فيه تحفى الله يبارك خرجوا ما شاء الله كيما راكم متشوفوا من ناحية لديكوراسيون من ناحية لبرود والران في غل جودة خوتنا غل لسالون قوى لشامراكوشي ما شاء الله لطبسة لمانجي كلش 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 شابين في كيما راكم متلاحظوا خوتنا ويش حبيت نقولكم حبيت نقولكم باللي اثاثيقة البليده راح نتبو فيه كلش ويش مانتا راح نتبو فيه لسالون تبو فيه لطبسالة مانشي تبو فيه لشامبراكوشي امبوا اتري امبوا روش تبو في البلون في المارون خاوتنا في النوار في كامل الالوان والانواع خاوتنا وهذه اثاثيقة دائما عودتكم بهذا الشي اما من ناحية البرودوي هما نفسهم اللي راح نتبو فيه اثاث الثقة لقلها راح نتبو فيه اثاث الثقة ولاية البليده خاوتنا ما شاء الله كيما راكم تلاحظتم المحل خرجي توحفى الله يبارك ماذا بينا توما فانك تكتبو في تعليقاتكم واش رايكم المحل الجديد اللي ر knob متواجد في ولاية البليده خاوتنا ايضا في هذا الماحل راح نتبو الي بايو راح نتبو زرجنتري راح نتبو الي طاب لوباز راح نتبو الي طاب الكويزين راح نتبو كلش يعني اي حاجة متعلقة بالآثاث راح نتصيبوها هنا هذه هي آثاث ثقة خوتنا وقلنا لكم باللي احنا اي حاجة متعلقة بالآثاث بان الله رحمن رحيم راح نتصيبوها هنا الله يبارك كما راكم تشوفو المحل اراه منور بالآثاث كما راكم تشوفو لصالو الانيق خوتنا لطب القيطار كما راكم نشوفو لصالو ماصيلية يعني الفخامة تتكلم كما راكم تلاحظو خوتنا واش رايك اخويا امس دي في المحل الجديد تعثث ثقة يعني حاجة ما شاء الله كما رانا نشوفو يعني اللا ديكوراسيون يعني نشكره الأياد لدارت هذا التستيفار رائع لأخ عبد الرزاق بارك الله وفيكويا امس دي كما را نشوفو على المباشر افخم الصالونات راية متواجدة فيما حل آثاث ثقة البلدة وكأن آثاث ثقة رايتستعرض هضلتها في لصانو يعني بطبيعة الحال وكما كامل جزائرين يعرفوا بللي آثاث ثقة معروفة بلصانو نعم وكما راكم شغوو يعني ما شي غير لصانو كي اخرى في المسائل اللا اثاث ثقت في يجب الوقت ستجدوا وكما راكم بطريقة يعني هم عروضين بطريقة جدا جميلة لأخ عبد الرزاق ومن هذا المنبر نبينو للمشترياء وزبائن اللا رايحين يجونا للمحل وكأنهم في درم راحين نشوفو راحين نشوفو لصانو راحين نشوفو معروضين بطريقة وكأنهم في المنزل التحم خوي امس لا يوجد مشكلة إذا أردوه معروض كما رأيه في الشمرة أخي عبد الرزاق نروا لهم الصور التي ستحدثوا لهم لكي يخرجوا شيء الله يبارك هذه يا أخو يا أمس المهمة لنا والهدف الأول أنه الزبون وأن المتتبعين التوعنا يجونا للمحل يحسوا بالراحة يسيبوا كل شيء ويسيبوا تسهيلات يسيبوا تسهيلات من ناحية الأسعار ويسيبوا حسن المعاملة حسن الاستيضافة أي حاجة كما عودناكم فئة الثقة القليعة سنسيبوا فئة الثقة البليدة سنسيبوا نفس المنتوج نفس التفاصيل التي عودناكم عليها وهذه هي أثثقة يعني كما قال لكم الأخ عبد الرزاق ستجدوا ثاني نفس المعاملة كما دائما ندروا لكم في التخفيضات ما حالنا في البليدة ستستفادوا بتخفيضات وماملو سرفيس أبريفونت الأخ عبد الرزاق ثاني راح يكون مازال متوفر يعني هذا راهو فرح فقط خاوتنا يعني فرح في البليدة كما تعرفوا كيين في القليعة وفي البليدة وإن شاء الله ربما أكثر الأخ عبد الرزاق هذه هي أخي أمسدي ولكن دائما نعود نذكرون باللئة الثقة روكيين الآن اثنين واحد في القليعة وواحد في البليدة أما الباقي فكلهم تقليد ومن هذا المنبر نقول لكم ردوا بركم خاوتنا كان معكم الأخ عبد الرزاق والأخ أمسدي ماذا بينا تكتبونا تعليقاتكم وش رايكم في المحل الجديد لنتلاقوه في فيديو واحدكم إن شاء الله راح نشوفوا بوثوث مباشرة مباشرة من ولاية البليدة وآخر كلام سلام اشتركوا في القناة